وما الحكمة من رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء يقول الله سبحانه لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله ومن العبادات التي يتقرب بها إلى الله الدعاء فالتوجه إلى الله به في أي اتجاه جائز لأنه سبحانه حاضر لا يغيب وقريب غير بعيث ومعنى رفع اليدين عند الدعاء الصلب وللسداء لخيره وبره كأنه سبحانه وهو الأعلى أمام الداعي وهو الأدنى يمد يديه إليه فاليد المعطية هي العليا والآخذة هي السفلى فمد اليدين عند الدعاء تعبير عن المعتاد بين الناس عند طلب الأدنى من الأعلى مستجيا متضرعة وثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء في مثل الاستفقاء وهي أكثر من أن تحصر كما قال النووي من ذلك ما رواه البخاري عن أدنى موسى الأشعري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إذ طيف وروا أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو خائبتين فيندب رفع اليدين اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كره رفع اليدين شره الرفع البليغ الزائد عن الحد هذا ويقره عند الدعاء النظر إلى السماء لحديث مسلم وغيره في ذلك ومسح الوجه باليدين جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات في مجموعها يحكم عليها بالحسن في كتاب الأذكار للنووي اختلف أصحابنا أي الشافعية في رفع اليدين في دعاء القنوط ومسح الوجه بهما على ثلاثة أودة أصحها أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه والثاني يرفع ويمسح الوجه والثالث لا يمسح ولا يرفع والله أعلم